بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني استمرت أسعار الغاز الطبيعي العالمي في الارتفاع كما تستمر معاناة دول مثل تركيا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة في أوائل سبتمبر الجاري رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى وانخفضت أرباح أكبر شركة لتصنيع معدات الغاز في تركيا إلى النصف في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالتوقعات حيث يستهلك لإنتاج الكثير من الغاز الطبيعي ارتفع التكاليف الطاقة لدينا من 8 إلى 10 مرات على أساس سنوي وادت الزيادة في التكاليف إلى ربح بنسبة 7.6% فقط في الربع الثاني عادة يجب أن تتراوح أرباحنا من 10% إلى 15% والوضع الحالي يعني الركود أعرب ترهان عن قلقه من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في تركيا في ظل الوضع الحالي وستكون عمليات الشركة أكثر صعوبة في المستقبل وشر المطلعون على الصناعة أيضا إلى أنه إذا استمرت تكاليف الإنتاج في الارتفاع فقد يواجه العديد من صغار المنتجين في تركيا الذين يعتمدون بشكل كبير على الغاز الطبيعي سيواجهون خطر الإغلاق أو حتى الإفلاس بشكل عام ستقوم الشركات بتعديل الإنتاج وفقا للتكلفة وستنعكس الزيادة في التكلفة في نهاية المطاف على أسعار المنتجات لذلك لا بد أن تؤدي إلى تفاقم التضخم لسوء الحظ نحن نتحدث الآن عن الركود ليس فقط في تركيا ولكن يتباطأ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم يرى ترهان أنه في الوقت الذي تستمر فيه جائحة كوفيد-19 في تأثير على العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم فإن اندلاع الصراع الروسي الأوكراني قد أثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي وتتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تواصل تجيج النيران وتسبب في خروج الوضع عن السيطرة تتحمل مسؤولية لمفر منها عن ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في هذه الحرب مثل ما جلبت الولايات المتحدة ما يسمى بالديمقراطية إلى دول الشرق الأوسط والآن يمكن للعالم بأسره أن يرى ما جلبته الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني استمر تأثير غير المباشر لكن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تأمل في أن يستمر الصراع في إسقاط روسيا والاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ولكن ترهان يرى أن دولا مثل الولايات المتحدة وأوروبا لم تفشل فقط في تحقيق أهدافها ولكنها تدفع الثمن أيضا لقد فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات الصارمة على روسيا ولكن على عكس أوروبا فإن روسيا دولة مكتفية ذاتيا ولديها طاقة وموارد بشرية وتكتولوجيا معلومات واتصالات ولا أعتقد أن هذه العقوبات يمكن أن تدمر روسيا ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هناك أشياء كثيرة في العالم ترتفع أسعارها فقد عانت كل من أوروبا والولايات المتحدة من تضخم خطير للغاية في التاريخ والآن أصبح سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من ذلك في تركيا من المعروف أن العديد من الشركات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة لديها مصانع مغلقة والعديد من المصانع مثل صناعة الألمنيوم والزجاج ومنتجات السيراميك ما خارج الإنتاج أو على وشك الإغلاق